يتجدد غضب المزارعين الفرنسيين والكتلانيين في مظاهرة أغلقوا فيها معظم المعابر الحدودية بين فرنسا وإسبانيا انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا ولفترات متفرقة لن تتجاوز 24 ساعة حيث استخدم المزارعون الغاضبون جراراتهم ومعداتهم الفلاحية لسد ثمانية معابر بين فرنسا وإسبانيا من منطقة الباسك غربا إلى كتلونيا شرقا هذه التعبئة التي يطالب من خلالها المزارعون بمواد طاقية أقل كلفة واحترام البنود التي تفرض تطبيق المعايير البيئية نفسها على المزارعين في الدول الأوروبية وغير الأوروبية يهدف الفلاحون من خلالها إلى ممارسة الضغط على النواب الأوروبيين الذين ستفرزهما الانتخابات الأوروبية المقبلة وبحسب مراقبين يتوقع أن تؤثر هذه الاحتجاجات بشكل كبير على حركة السيرة في المحاور الرئيسية عند الحدود بين فرنسا وإسبانيا والمناطق المحيطة بها ساهمت السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة الجديدة التي عززت الأهداف البيئية الملزمة منذ عام 2023 وقانون المثاق الأخضر الأوروبي ساهمت في تأجيج غضب المزارعين الأوروبيين الذين رأوا فيها إضرارا بمصالحهم الحيوية خصوصا أمام المنافسة القوية للأسواق الخارجية ترجمة نانسي قنقر